بعض الناس اللي هم بيشيطانوا لآخرين وبكده بيحسوا بالنشوة انهم افضل من غيرهم ونسيوا ان فكرة النشوة بانك انت افضل من غيرك هي نشوة شيطانية نشوة جاية من عالم انا خير منه وعشان كده حضرت النبي بيابي هو امي صلى الله عليه وسلم حذرنا وخلانا منتبهين لما قال لنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالوا ذرة من كبر طب نعمل ايه ده رفض الناس ده وشيطانتهم انا ساعات بشوفه في حياة كتير بس ممكن حد يقول لي طب هو رفض الناس وشيطانتهم ممكن تقول لي كده بيظهر فين اقولك اول حاجة يظهر في فرز البشر لما نقعد نفرز البشر فلان ده ملتزم وفلان ده مش ملتزم فلان ده عنده اخلاق وفلان ده عندهش اخلاق فلان ده مؤدبة وفلان ده ما عندهاش حياة فلان ده ما عندهاش دين وفلان ده عنده دين فلان ده سوي وفلان ده نرجسي من غير ما نعرف ايه هي سمات السواء ولا امتى الانسان ممكن يكون مصاب بالطراب النرجسية ما نعرفش بس احنا عادين بنفرز والفرز ده على فكرة وصل الناس في كتير من الاحيين انه يحتكروا الدين يعني هذا الفرز خلى فيه ناس اعتبروا الدين بتاعهم واعتبروا ان الناس المخالفين ليهم اللي اتفرزوا في الناحية التانية دول دول اعداء الدين ودول اللي بتجرقوا على الدين واصبح كتير فريق كتير من اهلنا والناسنا الطيبين دولها مش اهل دين ومش ممكن يكونوا مصدر لنور ممكن يحصل لنا في حياتنا لان هم عوام ما عندهمش نور انا ما مقصدش ان احنا نتعلم منهم الدين لكن نتعلم منهم الاخلاق ساعات نتعلم منهم حب الله ساعات التعلق بالله ساعات كتيرة الرضا ساعات كتيرة فقعد فيه ناس ينخواروا في ده ويبوازوا ده لغاية ما الناس حصل لهم ايه يعيني حصل لهم وسواس وبقوا يشكوا في الناس وبعضهم يعيني من الكتر ده ما بقاش يشك في الناس بقوا يشك في عبادته فتحول الى الوسواس في العبادة دي بقى اول حاجة فرز الناس اول ما تلاقي واحد بيفرز الناس اعرف ان هو بيعمل ايه بيجهز لشيطانته وفرزوا للناس ده اتنوع من انواع رفضهم انت مش من مش من مسؤولياتك ولا من وظائفك كانسان ان انت تفرز حد خالص يعني لو تمامت مع واحد من غير ما حطه في مجموعة ولا حطه في فئة ولكن اعتبره انسان زي زيه لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه هيكده فيها فرز يبقى مش لازم افرز تاني حاجة وصم الناس اول ما تلاقي نفسك او تلاقي حد بيوصم الناس اعرف ان وصمته دي جزء من شيطانته للاخرين طب هو يستفيد ايه لما يوصم الناس يستفيد حد كتير لما يوصم الناس اول حاجة يستفيدها بشكل واضح ان الناس دولة تحتية وهو فوقهم ان هو ممكن يتندر لما يحب يطمن نفسه على نفسه ان هو يذكر الناس دي فيطمن ان هو كويس ما وفي ناس وحشينهم حتى لو انا احسن ان وحشين اهم حاجة ما كنتش وصلت للوصمة اللي انا وصمت بها الناس دي فيه وصمات كتيرة بقى عندنا ووصمات انا ما معرفش يعني الناس ازاي العقل بيوصلهم الى هذه الوصمة زي مثلا وصمة المطلقة مثلا ووصمتها بان هي فريسة سهلة لسهلة لاصحاب النفوس المريضة وان هي ما تصلحش لزواج اخر دي وصمة انا معرفش الناس بيجيبوها منين وصمة زي مثلا وصمة ان ما فيش راجل الا والخيانة في دمه يعني احنا لما عملنا تحليل دم للرجالة طلع دمهم فيه كرات دم بيضة وكرات دم حمراء وخيانة زي ان الناس مثلا اللي عايشين في منطقة معينة دولا كلهم بلطجية ونكتشف بعد كده ان بيطلع منهم علماء ويطلع منهم ناس طيبين والحياة عايشة وانت دخلت المنطقة وما طلعتش لا مسروق ولا متعور ولا اي حاجة ولا جد ولا جد ولا جد ناس في المساجد مليانة ولقيت الناس بيتعامل مع بعض بالتراضي ملقيتش كل الكلام اللي انت بتقوله بس انت وصمت المكان ده هات ليه عشان تقول ان انت المكان اللي انت فيه ده افضل بكتيه من المكان الملعون اللي فيه الناس التانين زي مثلا وصمة ان الناس اللي بتشتغل شغلانة معينة ما عندهم ش نزاهة ولا عندهم اخلاق كل الوصمات دي بتقول ان انت بتشيطن الناس بترفض الناس في وظائف كتير انا مش هايزة اتكلم بس الناس بتعتبر ان الناس اللي في الوظيفة دي نصبين الناس اللي في الوظيفة اه شوف انا لما قلت كده جي في خيالك على طول الكلام ده من كثرة ماذا من كثرة هلأز دعاين ان احنا في الوظائف الناس اللي احنا بنقول عليهم كده احنا بنحتاج لهم فوعال احنا بندعم النصبين ولا هو احنا فيه ناس قلة بيحملهم بيمرسوا ممارسات دي وبيبقوا بيشويهوا بقى الناس واحنا كمان بنساعد في تشويه الناس دي تالت حاجة بتيظهر فيها بقى الشيطانة ورفض الناق ورفض الاخر القائل الاتهامات كده جزافا اشتركوا في القناة